اخوتي اخوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم في هذه الحلقة سنتكلم لكم على جوجة المواضيع المهمة وخاصة هنا بالناس ديال ايطاليا لانه كيفما تتعلموا بان الكارتالي ازاتوريالي شنه هما هما هذك الدين اللي الدولة تتسال للناس كانوا ديري الاعفاء في شهر 8 من 1-8 الى حدود 4 في شهر 9 ومن اللي تقولوا الاعفاء مش انهم معفوهم من الفلوس لا اعفاء من انه غير يرسلوا لي هذك الافيزة باش يوصلوهم اذا ابتداء من اليوم يعني انقولوا بقى صح تعبير من امس من 5 سبتمبر رغا يبدأوا هذو الكارتالي ازاتوريالي غا يبدأوا يرسلوا للناس ولكن انا اليوم في هذه الحلقة غنعطيكم بعض الحلول اللي خاصكم ديروها لانه دابة حاليا في هذ القانون الجديد رغا من اللي تيجيك هذك الاعلان من بعد 30 يوم الى ما خلصتش تيدوزول لك الكونتو كورينتي تيدوزول لك الاشياء اخرى اللي اصباحها الارسكاتو اوتوماتيكو هنا اليوم غادي نشرحول لكم واحد المعلومات باش على الاقل الناس تاخد الحضار ديالها وتلقى واحد الحل ولو واحد طريقة باش انها تخلص او ما تخلص هذك شي شهوركم ولكن انا نحاول انني نوجهكم باش تلقاوا حلول لانه لما خلصتش اليوم وغده وبعد غده تكونوا عندك لزان تيريكتار وراه جاية ايطاليا غادي تصبح زيها حالها بحل الدول الاخرى وهنا غادي نحاول نوضح لكم هذه المعلومة الصحيحة تاني حاجة في هذه الحلقة غادي نتكلموا على البونوس باكرانسا هنا ايطاليا تتسلح البونوس باكرانسا ولكن ليس للجميع ولكن لهذه الفئة المحددة اللي غادي نكتشفوها جميع في هذه الحلقة اذا ما تمشوش بعيد بعد الفاصل سنواصل اذا اول شيء غادي نتكلموا عليه هو هاد كارتالي ايزاتوريالي من بعد ما خلاونا يعني اندوزوا العطلابي خير ولا خير جاء قرار من الجنسية الانتراضي انه ابتداء من 5 سبتمبر 2022 غادي بدأوا يرسلوا للناس هادوك الكارتالي ايزاتوريالي ومن اللي تنقولك كارتالي ايزاتوريالي الناس تسمعوا كثير تقولك اشنا هي هي واحد ضاربة تتسالها لك الدولة او واحد يعني ضاعيرة مشي غير دولة حتى يكون بريفي يعني مثلا كين دابال كوموني يعني الجماعات حتى هما عندهم الكاميرا دير السرعة الى انت عندك واحد سرعة يعني ورسلوه لكم ما خلصيش را اصبحوا تيرسلوك كل شي عن طريق الاجنسية الانتراضي او باصحي تعبير الاجنسية دير اسكوتيوني وشكونا هما را هما الاجنسية الانتراضي يعني مصلحة الضرائي وهنا را هما تتفاهموش يعني اشياء اخرى انا اغطيتكم غير احتمالات بسيطة يعني عندك واحد دعوة في المحكامة دير شي داريبات دير اي شركة اي دولة اي حاجة مؤسسة تابعة للدولة تترأسلك 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 من بعد من لما تتجوش معها تترسل الاجنسية الانتراضي وعن طريق الاجنسية الانتراضي تاخذوا حتى هما واحد النسبة وتيحاولوهما يتبعو الناس هنا لاجنسية الانتراضي يعني ولو انهم غادي يكونوا هاد البينيورامينتو يلا ما خلصتيش من بعد لا فيزو دابة حاليا يعني من بعد ثلاثين يوم يلا ما تحركتيش وذرتي واحد الشيء اللي غادي يخليهم يوقفوه را من بعد ثلاثين يوم غادي يتوصل واحد البينيورامينتو اللي غادي يدوزولك حتى الكونتو كورانتي او من بعد ممكن يكون فيها حتى الحجز هنا باش ما نخلعوش الناس ونكبرو الموضوع غادي نحاول نشرح لكم بطريقة سهلة انتجتك واحد الكرتين لايزاتوريالي براكوماندادا ولا ولو ما اخذيتش براكوماندادا مدام عندك الباك يعني الناس اللي ما عارفيش خصوصا البيع والشراية عنده الباك وتيقول كنا را ما شفتوش راها لا يعني انك انتي اللي ما شفتش الباك را ما توصلتش لا را بالنسبة للدولة علاش هما دارونك الباك را هو بحل واحد انك انتوصلت وصنيتي لهم الورقة ديال للرجوع يعني لكيزي دي ريسبسيون يعني انك تتوصلت وهم تدرونك الاجراءات اللازمة اذا اي واحد اللي خليكم اللي عنده الباك لحدود انهم يفرضوه لان الحد الساعة للبريبي يعني الناس بريبي خاص را غير مفروض يعني اختياري اما الشركات او اللي عنده بارتي سائفة را ايش باري يعني دائما ردوا بالكم را الخلاصات اذا افتحت هذا الباك كي اللي ما تعرفش يفتحه سيرا عد الكومير شريصة ديالك ويفتحه لك او الابن ديالك لان اما لا تفتحه ستلقى مفاجآت كبيرة وهنا راه بعض مرات انت في غفلة عن هاد الاشياء تدوز ثلاثين يوم تذروا لك للحاس تقول تقول الكود دي شح من اشخاص جوا عنديك الكود دي ولقيتم هاد زيلي الفلوس راه ما شي هذروا لك اللي حقوه هذروا لك فلوس يعني راه داروا الاجراءات القانونية وهذا هو الاجراء كين اللي ثلاثين يوم وكين اللي ستين يوم انت يا اخي او اختي ايلاجاتك هذيك يعني هذيك الكارتيلة ايزاتوريالة وكان في امكانك انك تقسمها من الاحسن راه للجنسين تراضي وانا غنوريكم دابا في الموقع فاتحين مباشرة انك تدخل من غير حتى كوميرشاليستا وتدير لاراتيزازيوني دياله يعني تقسمها على مدة ديال الاشهر هنا الاشهر تتبدأ من 8 الاشهر وممكن توصل حتى 24 شهر على حسب اشنا هو النوعية ديال هذيك الكارتيلة يعني هذيك الضاريبة او هذيك الضعيرة باصح تعبير لغا تتخلص لانا كين الناس اللي عندهم تجارة راتتجيه ديال ايمبس الامبس راه قانونيا كين واحد ضاريبة اشنا هي الضاريبة هو بحالة انقولوه في المغرب السينسس يعني تتخلص للضامان الاجتماعي واحد المبلغ سانوي هنا في ايطاليا الناس اللي عندهم البرتي تائبة يعني اي واحد عنده رقم ضاريبي راه مفروض عليه انه يخلص 3600 اورو سانويا للشخص الواحد وتتنقص لحدود 2800 اورو سانويا الى كالعمر دياله اقل من 30 سنة اذا هنا الى كنت انتقص من الناس اللي عندهم في 30 سنة يعني يحسب را عندك 3600 اورو في السنة يعني لما خلصت عشر سنوات را عندك 36000 اورو اضافة الى هذك المبلغ تتزاد عليه ليزان تيري اذا اش دائر تلات جنسين ترادة الى كان عندك انتق 1000 اورو مثلا ولا 2000 وجيت انتقص وطلبتي الاراتيزازيوني تحيذلك هذوك ليزان تيري يعني تتخلص غير المبلغ اللي تتسالك هذك الدولة ولا الدولة ولا المؤسسة يعني الامبس ولا مثلا ضاربة ديالسيارة انصح الاخوان والاخوات انصح الناس اللي قراب لي من الحال يعني اللي عنده 1000 اورو 2000 اورو ربعالاف حتى 1000 انصحكم خلصوا ماشي خلصوا قسموها في داخل اجل 30 يوم ما تنعشوا تقولوا لا ابو ماش بغا يديروا لي اياه لا را غا يديروا لك وانا انصح وغا يتعقلوا على هذا الفيديو لان ايطاليا راها غادي الواحد الازمة كبيرة وما عندهاش الموارد من يتجين فلوس اول شي دابا را تتكلموا في البرلمان علاش على ان ايطاليا عندها كتر من 1000 مليار يعني ديال درائب كارتالي اللي ما عرفوش كيفاش يرجعهم وقالوا غا نديروا التصالح دابا تتكلموا وكانوا في البرلمان تتكلموا على اساس بغا يديروا 50% كين نواب قالوا من لا نديروا غير 20% او من 20 الى 50% يعني كخصم ولكن بشرط تكون تسالك واحد اكتر من 50 الف اورو اما الناس اللي قل من 50 الفورو را ما تتكلموش عليهم لهذا انصح الاخوان يعني انا لا اخوف ولكن انصحكم لانني عارف كين عواقب كثيرة غادي تكون علاش انا اقول لكم علاش السبب اول شي ان ايطاليا راها تاخذت غادي تعتمد على واحد الحاجة اسميتها الالغوريتم هاد الالغوريتم اشنا هو هو الالغوريتم بالانجليزية هو واحد الخوارزمية اللي تتستعمل مثلا يوتيوب يوتيوب بشتعرف ان الفيديو ديالك يعني عليه اقبال ولا ما عليش اقبال تشوفوا عدد الناس اللي تشوفوا تشوفوا كنتا يا علاش تتكلم يعني تديروا تحليل لهذاك الفيديو ديالك هنا غا يقول لي واحد مجده بيوتيوب اللي هنا ايطاليا دابا انا كشخص عادي عندي حساب بنكي هذا تدخل في المجال ديال الخوارزمية ديال المصاريف اللي تنذير انا يعني الحساب البنكي ديالي تشوفوا اشنو تدخل واشنو تخرج دابا حاليا را غا يبدو را ما كانش في الاول تنشوفوا الكوديشي في اسكالي ديالك الرقم الداريبي انت مشيتي بغيت تشري واحد البيت نعاس ولا بغيت تشري تلاجة ولا بغيت تشري اي حاجة بالكوديشي في اسكالي ديالك را ما لنت تتخلصها ما تقولش لا انا خلصتها بالكاش اللي يعاون لا را تدلو لك هذيك الالغوريتم تحطوه يعني راه واحد البرنامج تعتمدوا عليه دابا اه غا يحسب لك شحال انت تتصور ماشي الايزاي خلينا الايزاي الايزاي ركنتوا تحسبوه ملي انتايا تتصرح دابا لا دابا ما بقاش انتايا ليست تتصرح دابا لالغوريتم تيحسب لك كل شي شحال الحساب البنكي اشنو دخل واشنو خرج تشوفوا شحال انت رابح في الماندا ديالك يعني انت تتدخل الف اورو في الشهر ولكن عندك الحساب البنكي تتصرف فيه اكثر من الف اورو تتجي تتحط الفلوس بالكاش ولا تتبشي تتخرج الفلوس بالكاش كان بعض الاخوان اللي خدامين وتقول قود ديانا خدام مزيان الف وسبعمائة الف وثمانمائة عنده الحق يخرج الفلوس ماشي مشكل ولكن ذلك الفلوس تيبقى يرسل للمغرب ولا تيبقى هذا يعني ردوا بالكم راح هذا الخوارزمية تتحسب كل شيء مشيت انت سافرتي مع الوليدات دخلتي اللوطين نفقتي خلصتي بالكاش تتقول راح محسوس راكلتي اي حاجة ديروا بالكم اي حاجة خلصتها بلا كارت ديال البنكة ولا خلصتها سواء بالكاش ولكن عطيتيهم الكوديشي فيسكالي ديالك الرقم الداريبي عرف بأنها راح مسجلة في هاد الخوارزميات يعني راح في اخر السنة كانوا قبل تديروا هذا ال يعني كما تقولوا الكونتاجي في الاخر هنا اراه ولو اصبحت الخوارزمية تتحسب شحال انت يصرفتي سنويا وشحال انت دخلتي وتيشوف الفرق إذا لقوا عندك واحد زيادة ديال 4000 5000 أورو ومخلصة بالكاش غادي تجيك من فينانسا حتى للدار وغادي يقول كودي ما غادي يدرك تشي حاجة ولكن غايقولك شرح لنا من جوكد الفلوس إذا انت جبدليهم من جوكد الفلوس لماذا هذا شي كاما ليس ديرينوا من اجل مضايقة المواطنين لا بالعكس ديرينوا من اجل الحد من بعض الاشخاص اللي قالوهما انهم تمولوا الارهاب ولا تمولوا اشياء ممنوعة اللي تحاولوا انهم يحدوا من انشطة ديالهم وهذا من حقهم ومن حق اي دولة انها تمارس حقوقها القانونية وسط سوريا على المواطنين انا تقول الاخوان والاخوات اللي خاصهم انهم يعرفوا اللي له واللي عليه يعني القانون هكذا يتكلم والقانون هكذا يشرح واحنا تحاولون نساعدوا الاخوان دبا غادي نوريكم الموقع ديالاجينسيال انتراضي هنا الموقع ديالاجينسيال انتراضي اشي يقول يعني هنا عاطينك كيف تدخل مباشرة رحا يعني موضحينا هنا تدخرجك في الاول يعني هذه وصلات اشهارية هنا كما ستشوفو يعني انا غا نحاول غا نشرح لكم بسرعة باش ما نطورش الفيديو هنا اشي يقول لك قلك روتاماتسيوني تير يعني تير تير ساق التالي ساق هنا اشي تقول هاد روتاماتسيوني تير على اساس انه اللي قال لك القانون رقم 25 2022 ستابليتو انرسكادين ساق يعني الى حدود 30 نوفمبر يعني الاخوان والاخوات اللي ما زال ما قسموش رح عندك الاجل الى حدود 30 نوفمبر باش انك تقسم الى عندك شي كريدي شي دين الف الفين لتالاف ربعالاف اورو تحاول تقسمها وراه ما تقسموه لك اوتوماتيكيا زائد شوش نكاتبين يعني بالمقص شارحينا سانسيوني انترسي يعني الاعفاء مليزان تيري يعني انا تنصح والاخوان اللي ما عرفش اي شي يحاولوا الله يخليكم تواصلوا اكتب في القناة او في الانستغرام او في الواتساب وراه ان شاء الله تنحاول نجتهد باش اناني نجاوب على الاقل الى ما قدرش نجاوبكم في الواتساب كاملين رغن دير حلقة ونجاوب الناس مباشرة او في بعض مرات غن دير حتى لايب ان شاء الله ونتكلموا مع الناس مباشرة في الواتساب يتكلموا معي ونشرح اليوم في المباشر باذن الله لانه كينين كل واحد وعنده حالات خاصة دياله هذا بالنسبة للفيئة الاولى كين الفئة التانية اللي كانوا ديجا مقسمين الاشهر وكنت سبقت وتكلمت عليها ده باغنعود نزيد نتكلم لانهم زادوا التمديد لحدود 30 نوفمبر حتى هذا في ادو 2022 على اساس انه اذا كان عندك انت الكرتلي وفاو في الـ 2020 ولا في الـ 2021 هنا راح بقى عندك الاجر الى 30 نوفمبر باش تخلص وإلا غير لغيو لك كل هذيك الكرتلي اللي كنت دير مقسم لانك انت مثلا في الـ 2020 وكان عندك اللي حدود 2021 وخلاصي وقاتلك 30% ولا 40% يعني واحد المبلغ اللي ممكن 400 500 اورو مقدرتيش عليه حاول تجتهد تخلصوه علاش إلا ما خلصتيش وفاوة 30 نوفمبر ترجعو لك الكريدي ديالك العادي يعني ما تبقاش ذاك الإعفاء اللي كانوا ديرين لك وذاك الخصم ترجعو لك الكريدي العادي وتخصموك ذاك الفلوس يخلصتي مثلا انت كان عندك 5000 اورو من اللي دارو لك الخصم بقاتلك 2000 اورو وذي كان 2000 قسمتها بقاتلك 500 إلا ما خلصيش 500 وانتهت هاد المدة اللي محددين إذا الشيذي رو ترجعو لك الخمسالاف اورو كاملة انت سيذي خلصتي 1500 تخصموه من 1500 تتولي تسارك الدولة 3500 اورو ماشي 500 إذا نردوا بالكم وتنحاول الإخوان والأخوات باش نوضح لكم هاد المعلومات يعني هنا حاولت انني نشرح لكم هاد المعلومات اللي بسيطة ولكن اراها مهمة الإخوان اللي قلت لكم مبغاش يمشي عندكم مرشاليسة ولو مبغاش يصرف فلوس وبغايد رابنسوه إلا كانت يعرف إلا ما كانش يعرف سير عد الكاف هنا غادي تدخل لهاد الموقع وغادي تجيل هنا أتشادي ألاريا ريزيرفادا داروري سبيد إذنتيتا ديجيتالي لأنها أصبحت مهمة هادي غادي تدخل بها وغادي يعطوك أجنوتي تسالوك ومن الأحسن الناس اللي ما تعرفش أنصحوك يا أخي وأختي سير عد كوم مرشاليسة ولا سير عد الكاف يعني واحد المبلغ بسيدة العشرين نورو لهذا وغادي يدير لك هاد المعلومات كاملة وغادي يوفر عليك مبالغ مهمة لأنهم ناس اسبارتي يعني عندهم خبرة غادي نمرو للمجال الأخير اللي هو البونوس فاكانسة هنا غادي نتكلموا على البونوس فاكانسة البونوس فاكانسة هنا رأى الدولة الإيطالية ما حطاش البونوس فاكانسة كما كان سابقا وما شير الجميع فقط في جهة واحدة اللي هي جهة لاتسيو وهذا لا يعني بأن اللي غايستافد هو الناس اللي مقيمين في جهة لاتسيو لا من بين الشروط أنه غادي يعني جهة لاتسيو غادي تساعد كل الناس اللي بغاوا يجيوا يدوزوا السياحة في لاتسيو أهم الشروط أنك تحجز فندق في لاتسيو واللي بغا يحجز الفندق ما تحجز أي فندق تمشي للبوكين لا عن طريق الفنادق المعتمدة من طرف جهة لاتسيو ورا غادي تدخل وتلقاها في موقع رجيوني لاتسيو بونتويت هناك غادي تلقى هاد البونوس باكانسة وغادي تلقى المعلومات كلها وآخر أجل لتقديم الطالب هو ثلاثين في شهر حداش هنا شحال محدين المبلغ فيه ربعمائة وخمسين أورو هنا ربعمائة وخمسين أورو اللي غا تستافد منا ولكن لا يعني غادي تدوز العطلة ديالك بهاد المبلغ دروري غادي تزيد شي حاجة من عندك ولكن راها استفادة اللي بغي يغير جو وبغي يجير روما يشوف الكولوسيو يشوف يشوف ياتس اسبانيا يشوف فونتانا دي تريبي يشوف كانين يعني مجالات كثيرة ماشي غير في روما روما والنواحي كانين هادوك الحامات يعني السخون كانين أشياء كثيرة اللي ممكن تستعملوا دابا لأنها فاتصي وعندكم آخر أجل يعني الاستفادة هو ثلاثين في شهر حداش ونخلي لكم الموقع في صندوق الوصف واللي محتاج أي معلومة أو إضافة معلي إلي واتواصل معنا في قناة جالية العربية عبد الرحيم وما تنسوناش بالضغط على زر اشتراك وتفعيل الجرس وبارتاجي الفيديو من الإخوان والأخا وديكم باش تعمل فائدة الجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 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 وبركاته